السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم هشام من موقع تكرم واليوم جايب لكم فيديو جديد عن هواوي نوفا 4 معظم التعليقات اللي وصلتني في فيديو المراجعة التفصيلية للجهاز كانت تتعلق حول الكاميرا وكتير من الأعضاء طلبوا مني أني أخصص فيديو كامل عن الكاميرا فاليوم جبنا لكم الفيديو هذا إن شاء الله رح نتكلم بالتفصيل عن تطبيق الكاميرا والخيارات الموجودة فيه بالإضافة إلى بعض الصور والفيديوهات الملتقطة بهذا الجهاز فكالعادة ياريت لو عجبكم الفيديو تدعموني بشير لايك وسبسكرايب وأيضا ياريت تابعوني على تويتر وإنستغرام ومن غير ما أطول عليكم لنبدأ وقبل ما نفت تحت طبيق الكاميرا خلينا نتعرف بس على الكاميرات الموجودة في هذا الجهاز الجهاز الجي بثلاثة كاميرات زي ما انتم شايفين الأصلية أو الرئيسية هي 11.5 بدقة 20 ميجابيكسل بفتحة عدسة F1.8 العدسة اللي فوق هي الوايد أنجل أو العدسة العريضة بدقة 16 ميجابيكسل والعدسة الموجودة في الأسفل هي عدسة العزل بدقة 2 ميجابيكسل وتحتهم يوجد الفلاش بينما في الجهة الأمامية راح نلاحظ وجود كاميرا السيلفي 25 ميجابيكسل لو جاءنا وفتحنا تطبيق الكاميرا راح نلاحظنا في شريط علوي للخيارات وأيضا في شريط سفلي للتغيير ما بين الأنماط بالنسبة للخيارات اللي عندنا أولها طبعا يتعلق بالذكاء الصناعي عندك أربع خيارات ممكن تعرف الكائنة وأنك أنت تصور شيء معين وغح يقول لك هذا إيش هو تسوق لو أنت عاوز تسوق مثلا أنت توجه الكاميرا لكمبيوتر أو هاتف راح يقول لك مون تقدير تشريه الترجمة أنك أنت تجيب مثلا مستند قدامك بأي لغة ممكن يترجمه لك من أي لغة إلى الإنجليزية والQR Code لو أنت عندك QR Code وعاوز تعمله سكان بس هذا مش موضوعنا في الفيديو هذا ممكن نخصص له موضوع ثاني نشوف الخيار الثاني هو طبعا الفلاش ممكن تفعله أو تبطله الخيار الثالث هو خيار الصور المتحركة فأنت لو فعلته راح يأخذ لك الحركة اللي تمت قبل ما تأخذ أنت الصورة فلو أنا مثلا حركت إلي بالطريقة هذه وأخذت صورة فرح يأخذ لي الصورة مع الحركة لو أنا جاءت للمعرض فتحت آخر صورة أنا أخذتها وضغطت عليها راح يوريك الحركة اللي كانت موجودة قبل ما أنا أخذ الصورة نرجع لتطبيق الكاميرا الخيار هذا هو خيار الذكاء الصناعي ممكن تفعله أو ممكن توقفه لو فعلته طبعا مجرد أنك انت ما تصور لو مثلا عاوز تصور مثلا السماء الجهاز راح يعرف أنه هذه سماء و راح يعدل الإعدادات المناسبة لو وجهته مثلا لأكل أو شيء راح يعرف أن هذا أكل و راح يغير من تشبع الألوان بحيث أن الصورة تطلع ممتازة جدا فهذا هو الوضع الاوتوماتيكي أنا دائما أخذها لأنك انت مش عاوز تعرف نفسك بس انت عاوز تصور على طول فالأحسن أنك انت تعتمد على الدكاء الصناعي المشهورة به هواوي الخيار للإعدادات راح نخليه بعدين شوية راح نلاحظ هنا في زر اللي هو وان اكس أو لو غيرته راح يكون لك الزاوية واسعة باختصار هو طريقة التحوين بين العدسين فعلى سبيل المثال وجونا التفاحة هادي بالعدسة العادية أنا شايف جزء منها فقط لو غيرتها على العدسة العريضة أو الواسعة راح تلاحظ انك انت ممكن تشوف التفاحة بالكامل لو غيرت على العدسة الاصلية راح تشوف جزء منها بس وذلك لان هي مش واسعة ولكن دقتها 20 ميجابيكسل بينما العدسة العريضة أعرض ولكن دقتها 16 ميجابيكسل فقط نرجع الآن الى الأنماط وخلينا نبدأ من أول نمط أول نمط هو الواقع المعزز طبعا زي ما انتم شايفين عبارة عن وجوه أول ما تشوفني راح تشوف الحركة اللي اعملها وراح تقلدني لو انا شوفت مين او شمال او كشرت فراح يتبع الحركة اللي اعملتها وتوجد عدد وجوه زي ما انتم شايفين في هذه القائمة الوضع الثاني هو الوضع الليلي الوضع الليلي ممتاز جدا وتشتهر به جميع اجهزة هواوي مش بس النوبة فور لو انت دخلت حتى اللي غرفة يعني معتمة ومش قادر حتى تشوف اللي فاهم ممكن تصور عن طريق هذا الجهاز وتشوف اشياء انت ما كنتش تخيل انك انت ممكن تشوفها لو شوفنا الصورة هادي انا اخدتها بالوضع العادي او الوتوماتيكي وزا ما انتم شايفين طبعا هي عبارة عن ضلام فقط ومش باين اي شيء موجود في الصورة لما اخدتها طبعا بالوضع الليلي شوفوا الفرق على الاقل شوفنا ان هي في الواقع نبتة خضراء اللون ايضا لو تشوفوا الصورة هادي راح تلاحظ ان في نبتة صغيرة اخدتها طبعا بالوضع العادي لما غيرت على الوضع شوفوا الفرق الكبير يعني بصراحة فرق هائل جدا بالنسبة لوضع البرتريه وضع طبعا معروف جدا يسوي الوجوه ويعزل الخلفية طبعا ضروري يكون فيه شخص قدامك عشان تصوره انتم زي ما شايفين لم يعتر على اي وجه لذلك الوضع هذا مش هيشتغل الا لو فيه شخص قدامك بالنسبة للصورة طبعا هذا الوضع الاوتوماتيكي واللي انت لو فتحت تطبيق الكاميرا راح تلاقي على هذا الوضع على هذا الوضع ممكن انت تغير ما بين زي ما قلنا دكاء الصناعي او توقفه وممكن تغير حتى ما بين الدقات المختلفة فاعلى الشي هو زي ما قلنا 20 ميجا بيكسل بس ممكن انت تنزل لل 15 ميجا بيكسل او لل 13 ميجا بيكسل على حسب طبعا اختياراتك بس الافضل انك انت طبعا تخلىها دائما على 20 ميجا بيكسل او انك انت اتفاعل زي ما قلنا نظام الدكاء الصناعي لو فعلتم ما تقدرش تغير الدقة فلو رجعت مش راي عطيك الخيار هذا لانه زي ما قلنا هو دكاء صناعي فهو يحدد الدقة من عنده بالنسبة للإعدادات الثانية فانت زي ما شايفين يعني في وسم جي بيس ممكن ان يتعرف على الصورة وين تقطت في اضافة علامة مائية ممكن لو ضفتها اي صورة تاخدها راح تطلع لك انه هي مأخودة بي او ملتقطة به هاتف هواوي نوبا فور شبكة الكاميرا وهو الناس طبعا اللي يحبوا التصوير فممكن انت تعمل على الشكل هذا وممكن تسعرف انك انت تاخد صور افضل من الصور العادية ايضا انا ما احبهاش طبعا راح اوقفها في عكس الصورة انك انت تعكسها كأنك انت في مرآة في كتم الصوت لو عاوز تكتم الصوت مؤقت لو انت عاوز متلا تصور بعد ثلاثة او خمس ثواني تحكم الصوت ممكن تتكلم و تقول له التقط الصورة و راح يلتقطها تصوير وجوه مبتسمة لو فاعلتها لو انت متلا الجهاز شاف اسنانك راح ياخد صورة على طول تتبع الكاني هو الاوتوفوكوس لو انت متلا عاوز تتبع الشيء لما يكون يتحرك متى عندك ابنك صغير يتحرك كتير وانت عاوز تركز على وجهه بس فمفروض تفاعلها بالنسبة لي اخر شيء فتح الكاميرا هو يعني خيار لما انت تضغط على زر متخفض الصوت ايش اللي انت عاوز يعملها هو عاوز ياخد صورة سريعة او فتح الكاميرا او مقدور فلو خلينا على فتح الكاميرا لو انت الجهاز مقفل تضغط مرتين على خفض الصوت راح تفتح لك الكاميرا نرجع للاعددات فانت ممكن تغيرها وتخليها مثلا التقاط صورة سريعة ولو خليت التقاط صورة سريعة او متضغط عليها مرتين راح ياخد صورة بكل سرعة وهذه مجموعة صور اخدتنا بالجهاز في الوضع التلقائي فزي ما شايفين الالوان فها تشبع جيد جدا مش راح نقول ان اداء الكاميرا ممتاز ولكن بصراحة في الفئة السعرية هذه يعني يعتبر اداءها مقبول طبعا لو قارناها بالميت 20 برو مثلا اكيد طبعا ما فيش اي مقارنة ولحظت ان الكاميرا تشتغل احسن لما يكون فيه طوء النهار فانت زي ما شايفين الالوان بالفعل متشبعة لما انت تكون خارج البيت النمط اللي بعده هو نمط الفيديو في نمط الفيديو ممكن تختار ما بين 4K وهي اعلى دقة او تختار ما بين 1080p او 1080 دقة كاملة وهي طبعا الشاشة كاملة تكون فيها الفيديو كما انتم شايفين ايضا فيه دقة نفس الدقة 1080 ولكن يكون فيه حواف علوية وسفلية كما انتم شايفين واخر دقة اللي هي 720 وهي الدقة الوحيدة اللي ممكن اتفاعل فيها التأثيرات التجميل او البيوتي مول هذا التصوير 1080p او ال Full HD راح انزل الان من الدرج كما انتم شايفينه فراح انزل منه وشوفوا تثبيت البصري كيف انا انزلت وممتاز جدا تثبيت البصري ما حسيتش فيه اي اهتزاز كبير فخلينا نرجع ونعاود التجربة هذه بال 4K ونعيد نفس التجربة هاي تصوير 4K هذه الدرج راح انزل فيهم الان ببطء ولكن مع ذلك راح تلاحظوا ان الاهتزاز اكبر فتصوير 4K اكيد يعني اكتر ذقة ولكن تصوير 1080p او ال Full HD هيكون اكتر ثبات واكتر ثلاثة ها تصوير السلفي بدقة 720p وهو الخير الوحيد الذي يدعم ال Beauty Mode راح انخلي طبعا الحكم ليكم في دقة تانية اللي هي Full HD بلس وفي دقة الثالثة Full HD بلس بابعاد الشاشة الكاملة قولوا لي اشيء راح انتم في التعليقات عن اداء الكاميرات في السلفي مود طبعا كانت هذه هي الانماط الرئيسية في تطبيق الكاميرا ولكن لو ضغطنا على المزيد راح تلاحظ ان في انماط اخرى مخفية اولها طبعا البانوراما معروف البانوراما انك انت تاخذ صورة عريضة ايضا الحركة البطيئة هي Slow Motion انك انت تاخذ فيديو بطبعا حركة بطيئة وتكون الدقة متاعه بصراحة منخفضة جدا ايام 720 او 1080 والاثنين صراحة دقتهم مش حير وقتين يعني لو تقالينها بجالكسي نوت 9 او S9 بلس او S9 فيه فرق كبير بصراحة السامسونج لحد الان هي الافضل في موضوع Slow Motion فيه الخيار الثالث هو الاحترافي او Pro Mode لو انت ضغطت عليها طبعا تقدر تغير الفتحة سروعة Shutter Speed والايز وكل شيء طبعا هذي اكتر ناس راح يفضلوها هم الناس المحترفين في التصوير عن نفسي عمري ما دخلت عليه ودائما استعمل الوضع الاوتوماتيكي لو شن الاحترافي راح نلاحظ ان فيه HDR طبعا لو انت في وضع وعاوز تصور فيه شخص ووراه الشمس او وراه يعني مصدر اضاءة قوي فانت ممكن اتفاعله وتشوفه بس زي ما قلت لكم لو انت حتى على الصورة وفعلت الذكاء الاصطناعي راح يشوف لك افضل وضع بالنسبة لك تصوير الاضاءة يعني انا بصراحة ما جربتهش كتير هو يخليك تعمل مؤثرات عن طريق الاضواء فممكن تجربوه لو اشتريته الجهاز عدسة واسعة اللي هو زي ما قلنا عليه العدسة العريضة نمط العدسة الواسعة ممكن تستعملوه لعزل الخلفية فزي ما انتم شايفين قدامكم انا ركزت على الطاولة وما هو موجود فوق الطاولة ولكن لو لاحظت ان الكرسي اللي في الخلف معزول وإلى حد ما ضبابي بينما لو اخذت الصورة هذه بالطريقة العادية او الاوتوماتيكية فرح اتلاحظ ان عدسة الكاميرا راح تركز على كل شي موجود في هذه الصورة لو شوفنا للصورة الثانية انا ركزت على النبتة الامامية فتلاقي ان النبتة الخلفية معزولة وايضا وما وراءها ايضا معزول بينما لو اخذت الصورة هذه بالطريقة العادية راح تلاحظ ان الكاميرا راح تركز على كل شي موجود قدامها ثري دي الثري دي اللي هو انك انت متلا تاخد زي ما قلنا متلا التفاحة هذه فعلى سبيل المتاعي ممكن تبدأ التصوير بعدين تحرك الجهاز ببطء لغاية ما تمشي للجهة التانية نعمل اعني شي بسيط انا ما كن جربونتم في البيت اكتر فزي ما انتم شايفين طبعا هذه هي الصورة يلتقطناها تباين ان هي ثابتة يعني بس انت لو ضغطت على رمز الثري دي راح يعالجها الجهاز استنى شوية وبعدين تتحرك انت الجهاز وتشوفها عن طريق الثري دي يعني تشوف جميع الاوجه خاصة بها يعني ممكن وجه هذا وايضا من الوجه الخلفي فميزة حلوة صراحة ممكن تحرك مني وشمال وفوق وتحت فممكن نجربوها بس انا حبيت تعطيكم فكرة عليها بس لو رجعنا ونشوفوا الاوضاع الاخرى راح تلاقي فلاتر فلاتر هي ان كنت تتغير ما بين يعني انماط معينة ان كنت تعمل مثلا مش عارف حنين شروق بالانسيا زرقة يعني ان كنت تتغير ما بين الاوضاع الاوضاع الاخرى ممكن زي تصوير زمني او الهاربرلابس ان كنت متلا تصور الغيوم وتقعد ماسك الهاتف وانت تصور في الغيوم هي تتحرك ببطء لمدة متلا خمس دقائق وبعدين تشوف الصورة حلوة جدا بحيث ان هي تتحرك الغيوم معاك وفي تصوير مستندات واللي هي ان كنت متلا جيب جواز سفر وتصوره فبعدما يطلع متلا صورة الطاولة اللي كان جنبه لا راح يصور المستند فقط المستقات طبعا اشياء هذه ممكن تضيفها على الصور من ناحية ان كنت متلا توقيت او متلا تحط تقويم او اي شي يعني ممكن ان تلعب به انت زي ما انت حابب وفي طبعا اخر شي اللي هو تنزيل وهي طبعا كل فترة فترة هواوي ممكن تنزل لك وضع جديد او نمط جديد فانت ممكن اضيفه وزي متلا هنا هما اضافوا لي مأكولات شهية فممكن انا اعمل له اضافة وبعد ما انا اضيفه راح يطلع لي هنا فوصلنا الان الى نهاية الفيديو وكانت هذه مراجعتي الخاصة بكاميرا هواوي نوفا 4 ان شاء الله يكون اعجابكم الفيديو ولو اعجابكم يارات ما تبخلوش علي بشير لايك وسبسكرايب وايضا ياريت تابعوني على تويتر وانستغرام وشكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبكم في الله